طيب النهاردة كان فيه مباراة مهمة يمكن انا في الانترو سيبك من مباراة بداية موسمه اللعيبة لسه يمكن كابتن طارق مصطفى حتى بعت لي حاجة قال لي حمد فتحي لعب مع الوقرة انا قلت مرموش مصطفى محمد وكابتن طارق مصطفى كميلي بحمد فتحي دول اللي لعبوا مطشاط مع فرقهم في الدوري غير كده كل اللعيبة ما لعبتش لكن انا بتكلم يا كابتن اكرامي على شكل الاستاذ النهاردة على الجماهير هل حضرتك شفت مثل هذه الحالة والحضور الجماهيري من قبل في اي مباراة منتخب مصر بسم الله الرحمن الرحيم يعني مش اخاف بعليك انا كنت حزين النهاردة لمنظر المدرجات ما فياش اكتر من 10-15 واحد ويمكن اسر اللعيبة هي اللي كانت موجودة لكن في حاجة مهمة جدا برضو جمهور مصر بييجي عشان يتفرج على محمد صلاح عدم موجود محمد صلاح النهاردة اثر تأثير كبير جدا على اداء اللعيبة في الملعب وعلى عدم موجود الجمهور اه حالقول منتخب مصر ولازم الجمهور يبقى متواجد وا 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 الكلام ده لكن مباراة تحصيل حاصل اه بس رسمية رسمية بس تحصيل حاصل ومنتخب كذبك اتنين فانت عايز ردع تبا يعني لها والنهار دا حنو كناش كويسين خالص بس ليهم العصر من وجهة نظر المتوضع ان بداية المسم دايما مطشاط بداية المسم كده ايه بس الكلام ده بلعب أسيوبيا مش بلعب فرقة قيلة مثلا وهتكون معنا بتصفات كاس العالم لكن انا باتكلم على أداء اللعيبة لنهار دا لأ فيه اللعيبة النهار دا بعيدة عن مستوها خالص يعني مش عايز بس أذكر أسامي لكن لأ أداء غير مقنع بصراحة للمباراة دي وأخشى المباراة تعت يوم الثلاثة تونس مع تونس حتكون لو بحالتنا دي حتبقى مشكلة بالنسبة لنا محمد صلاح هيبقى متواجد أعتقد مهم محمد صلاح هيبقى متواجد والرباعي لأهلي مش متواجد محمد صلاح هيبقى متواجد لكن اللي حواليه مش جاهزين مش جاهزين هيعمل ليه محمد صلاح لوحد طيب روح لكابتن طريق وأسألك على الإدارة الفنية فيتوريا رأيك فيه إيه؟ الراجل ماشي بخطة ثابت صحيح يعني مصمم على طريقة 4-3-3 بشكلها الصريح وماشاء الله نتائجه إيجابية إيه؟ بالتأكيد طبعا بصة مهيب هو طبعا الراجل حقيقة من ساعة ما جاءه هو بيكسب يعني يمكن لا تعادل ولا خسارة طول التسع مكشات ما بين رسمي ودي حتى بلجيكا كمان المصنف عالميا كسب بلجيكا بتتكلم في النيجر في جنوب السودان أخيرا في ماتشات كلها حتى ملاوي هناك رايح جاي صيح سيوة بس ما كانتش معاه هو وغنيا رايح جاي فهو كسبان كل الماتشات فيه كمان حاجة مهمة جدا أنا ملاحظة فيه أداء فيتوريا وهو الأداء الهجومي فيه تطوير في الأداء الهجومي شوية سيبك الماتش النهاردة على كلمك بس أنا مجدنا معك في العموم تسع مباريات مكسب من أصل عشرة والنهاردة للمبارة رقم عشرة فيه من ساعة مجيل الراجل عشرة مبارات مكسب ده يحسب له طبعا ويحسب له جهازه الفني